بعد تسريحات رابح ماجر يرد لخضر بلومي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله طبعا رابح ماجر طلع على قناة NBC مصر وقال باريس سان جيرمان لا يستحق الخسارة أمام منشستر سيتي الحكم طرد جاي بغرابة وتغاد عن طرد دي براون ولم يمنح أخطاء على نمار هدف دي براون رائع يدرس أما هدف رياض محرز فجاء بعد خطأ فادح من لاعب الجدار القرى كانت مسددة بشكل عادي ولو أحكم الجدار غلق المنافس لما سجل الهدف أتوقع مباراة قوية في لقاء العودة وإقصاء منشستر سيتي لأن فريق باريس سان جيرمان يلعب جيدا خارج ميدانه خصوصا بوجود نمار وامبابي لخضر بلومي يرد عليه بقوة يقول منتخب جمال بالماضي هو الأفضل في تاريخ الجزائر ورياض محرز أفضل لاعب في تاريخ الجزائر حقا ككل شيء تنقصه دوري الأبطال فقط بلومي لا أحب أن يقارنني أحد بأي لاعب سواء من جيلي أو من الجيل الحالي فأنا مجرد لاعب حملت قميص المنتخب الوطني لفترة من الفترات منحت ما أملك للمنتخب ولم أكسر وانتهت مسارتي وأنا راضي عن ما قدمته بلومي ربما هناك من يعتبرني لاعبا كبيرا لكن أنا لاعب عادي وكان شرف كبيرا أن ألعب مع لاعبين كبار كفرجاني وعصاد وبن شيخ ومجر وقد تعلمت منهم الكثير بلومي منتخب بالماضي هو الأفضل في تاريخ الجزائر فقط جلب كأس إفريكيا من الخارج ومن أين من مصر وهو ما عجز